أكدت الخارجية المصرية رفضها لبيان أثيوبيا بشأن سد النهضة وصفة إياه بأنه تضمن إيهانة للجامعة العربية وقالت الوزارة إن البيان الأثيوبي تميز بعدم اللياقة وافتقد للدبلوماسية كما أشار إلى أن أثيوبيا باتت تعتقد أن مصالحها تضغى على المصالح الجماعية للدول الأعضاء في الجامعة العربية وأضفت الخارجية المصرية أن قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء خرق إثيوبيا لاتفاق إعلان المبادئ عام 2015 وأكد البيان أن عناد إثيوبيا من شأنه تهديد الاستقرار والأمن الإقليمي داعية المجتمع الدولي إلى وقف هذا العناد